أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في البلاد اليوم التي نناقش فيها موضوع يهم المواطن يهم صحة المواطن يتعلق الأمر بمهنة الصيدلي التي ربما هناك نظرة طبيعية ونظرة سطحية ينظر إليها المواطن على أن الصيدلي هو ذلك التاجر الذي له محل تجاري وفقط يصرف الأدوية بناء على وصفة طبية هذا التصور ربما هو تصور خاطئ تحاول المؤسسات المعتمدة وكذلك الرسمية أن تغير هذه النظرة من خلال اللقاءات المتكررة اليوم وزير الصحة تحدث بالمناسبة حول هذا الموضوع في أشغال اليوم الوطني للجمعية الجزائرية لصيدلية الاستشفائية وصيدلية الأورام والذي كان هنا في العاصمة إذن ما هو الضور الحقيقي للصيدلي والبيولوجي في استشفاء المريض وهل النظرة الكلاسيكية نغيرها بوسائل وبآليات جديدة عن طريق التشريع عن طريق التنظيم وكذلك عن طريق الآليات الجديدة لمناقشة هذا الموضوع معي عبر خدمة سكايب الأستاذ سامير والي وهو رئيس النقابة الوطنية للصياد إلى الجزائريين المعتمدين مساء الخير أستاذ أستاذ نور أستاذ أشكرك على تلبيت الدعوة عبر خدمة سكايب أستاذ سامير ربما نفسر في المصطلحات ونوضح الأمر ما الفرق بين صيدلية المدينة أو صيدلية المدينة والصيدلية الاستشفائية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نعم الصيدلي في تكوينه القاعدة يكمل دراساته ويقدر يروح يشتغل في الصيدلية المدينة ليعرفها المواطن الذي يقصدها بعد المرور على طبيب المعالج ويعطيه الوصفة حتى يذهب إلى هذه الصيدلية ولهذا المكان ليصرف الأدوية ويعطيه الصيدلي الدواء ويعطيه النصائح اللازمة ليستمشى مع الدواء وقبل أن يصرف هذا الدواء رح يقوم بتحليل هذه الوصفة إذا كان فيها تدخلات إذا كان فيها أدوية تيجا قد أخذهم المريض ويقدر يشكله خطر على صحاته هذه الصيدلية بمفهوم أهلهم واللي يعرفها المواطن كل مرة يقصدها أما الصيدلية الاستشفائية أو صيدلية المستشفى فهي الصيدلية ليقصدها الممرض اللي يروح يجيب الأدوية تاهم المريض اللي يوصفها للطبيب اللي يكون موقيم في المستشفى هذا العمل تاهم الصيدلية أنه هو ليوفر هذه الأدوية والمسلزمات الطبية كذلك لأنهما يصرف الأدوية للمرضى اللي هما داخل المستشفى ورغم مقيمين والعلاج تاحم متواصل في هذه المؤسسة الصحية اللي تابع لاختصاصه أستاذ سامير إذن إذا كان هناك هذه الصيدلية الاستشفائية لماذا هذا الحديث أو التركيز فقط يعني أي واحد دكتور في الصيدلية يتخرج يعني تلصق به عملية أنه يفتح صيدلية لماذا لا نركز على هذه الصيدلية الاستشفائية إذا كانت لها هذه الأهمية الكبرى طبعاً الصيدلية اللي نشوفه فيه الموقعاتية اللي رغم تخرجها حديثاً واللي ما عندهمش مناصب تفتح صيدلية مدينة رغم توجهه إلى الصيدلية المستشفايات يسحقهم في الصيدلية المركزية في الصيدلية المستشفايات في الصيدلية العيادات الخاصة لزم يكون في أثنين كذلك صيدلية استشفائية استشفائي هناك كذلك الصيادين التي توجهوا إلى العمل في المصانع الأدوية التي يرامز حقهم كثيرا هذا الوقت ثاني وكذلك عند الموزعين الأدوية يجب أن يكون هناك صيدة في هذه الموزعين هناك عدة مجالات يعمل فيهم الصيدة وليس حصرا أنه يعمل في صيدة المدينة وليس يروح مباشرة إلى هذا العمل هناك عدة مجالات يعمل فيهم الصيدة وإن يقدر يمد الخبر التعاو ويمد المساهمة تاعو في علاج المرضى ليراهم يستضروا هذا العلاج في المستشفيات في العيادات في مخابر تحاليل في المصانع في التوزيع وكذلك عند المخابر الدوائية ليراهم يحتاجون للصياد حتى يكونوا مندوبين حتى يكونوا هم المشاغلين لهذه المخابر الكبرى سواء كانت عالمية أو محلية ليرا متوجدة هنا في الجزائر أستاذ سامير اليوم الوزير يتحدث على أنه يجب التخلي على النظرة الكلاسيكية والتصور القديم لمهنة الصيدلي قبل أن نسأل من ألصق هذا التصور بالمهنة الصيدلي أولا ما هي هذه النظرة الكلاسيكية؟ لا النظرة الكلاسيكية هي لي منتشرة أن الصيدلي هو هو يصرف الدواء بموجب وصفة طبية هي اللي رأي يأمر بها الطبيب أنه يعطي الدواء هذاك للمواطن اللي محتاجه ولكن احنا نشفنا كانت قديما كانت النظرة هذه لا سيقا بالصيدلي أنه حتى القوانين اللي كانت تسير المهنة ما كانت تعطي له مجال كبير أنه يتعامل مع المواطن ولكن الحمد لله في القانون تعديد الأخير بقانون الصحة 18-11-2018 هناك بعض القوانين اللي تغيرت وبدأت تسمح للصيدلي أنه يوجه المصار تالي علاج للمريض أنه يتدخل في هذا المصار العلاجي أنه راح يعطي له قيمة مضافة في التربية الصحية في نشر المعلومات الصحية كذلك كما شفنا في جائحة كورونا كان هو أساس المعلومة للمريض كان هو ليوفر أدوات الحماية للمريض كان هو يوفر حتى لو دي بي ستاش حتى الكشف عن هذه الأمراض هناك كان هو يدير التلقيح في الصيدلية تاعه ضد أداء كورونا والحمد لله بدأت تنتشر هذه المعلومات بدأت تنتشر بدأت تتبدل هذه القوانين وهذه النظرة التي كانت ضيقة لصيدلية المدينة بدأت تتوسع كما نحكي اليوم على صيدلية المستشفيات أستاذ لما توضحت الأمر ومتوضح الأمر بخصوص هذه النظرة من المسؤول عن هذا التصور شكو يوضع هذا التصور في دهن المواطن على أن الصيدلي فقط دوره هو الصرف الدواء لأنه كان بموجب القوانين التي كانت تحكم المهنة كان الدور أن يصرف الأدوية فقط وأن يرفق المريض في أخذ الجرعات الدوائية والحمد لله هذه النظرة والقوانين التي وكبت هذا المسار ونحن نشكر له لانته جميع على الصيدلية التي ساهموا في تغيير هذه النظرة الصيدلة التي كانوا في الوزارات الصيدلة التي كانوا يعملون في النقابات والصيدلة كذلك تأخلاقية مهنة الصيدلة كذلك التي كانت عندهم دور كبير في تغيير هذه النظرة والعمل على إضفاء مزيد من المهام للصيدالي تعل مدينك سواء كان في صيداليته أو في صيدالية المستشفى كنا نتكلم على الصيدالي الاستشفائية نعم الآن هناك اختصاصات جديدة وإن شاء الله نتمنى أنها تتوسع في الجزائر هو الصيدالي المهالج وكذلك الصيدالي الاستشفائي اللي راح يساعد الفريق الطبي أنه يوضع الخطة العلاجية للمريض نحن نشوفه في بعض المستشفى هناك صيدالية كلينيكية مع أنت صيدالي علاجية اللي راح يتدخل في ما صار العلاجي تعل المريض أنه هو يساعد الأطباء في التشخيل دكتور سامير عذر على المقاطعة ربما لا نلقي لائمة على الصيدالية أو الصيدالي بشكل خاص ولكن لا بد أن نتطرق إلى هذا الموضوع ألا ترى أن بعض ممارسات صيدلة دون أن نعمم هم الذين ساهموا في هذه النظرة كيف؟ من خلال أنه لما تجير الصيدالي بشتصرف الدواء تلقى واحد لا علاقة له لا بالصحة لا بالطب لا بمجال الصحة بشكل عام هو ليصرف لك الدواء وبالتالي لما يكون المريض أنه مستويات الاجتماعية تختلف لما هذا الدواء لا يكون سبب في علاج ذلك المريض يتاهم الصيدالي يقول لك صيد ما يفهمش وما فهمنيش وصيدالي ما يعرفش من ساهم في هذا النظرة؟ حقيقة هناك بعض الممارسات التي نحن نحارب فيهم كنقابات وكذلك كأخلاقية من الصيدالة وهذا ما نقول لك هناك ناس لا علاقة لهم أنا أستسمحك وأقول لك مستحيل أن يكون إنسان لا علاقة لهم بالمهنة أنه يصرف لك الدواء أستاذ سامير حتى لا نغطي الشمس بالغربة الكائن هناك نادين سأعطيك الفرصة سأعطيك الفرصة أستاذ سامير سأعطيك الفرصة لأن هناك بعض لم يقرأوا الصيدالة ولكن عنده شهادة أخرى هذا هو المقصود تفضل وكانت سبرتني دقيقة أمرك رح نفهمك هذا تفضل المهمة في الصيدالية كأن هناك الصيدالي هناك صيادة المساعدين وهناك الأعوان كذلك ليراهم يكونهم الصيدالي وتحت الإشراف التاعوا هما يكون تقدر يكون قاري بيولوجي ولا قاري شيء آخر لأنه الدولة في وقت من الأوقات تخلت عن تكوين لزوكسيلير وفارماسي للمعاونين تاع الصيدالة والنطيقة أو غير جيفيد الطبيعة لتقبل الفارق كان الصيدالي مجبر أنه يجيب ناس خراف الجامعات وعندهم تخصصات أخرى غير الصيدالة وأنه يعلمهم ويوظفهم ويخدموا تحت إشرافه وهذه حاجة قانونية ومعتمدة في جميع دول العالم أنهم يوظفوا الناس المتخرجين من المعاهد المختصة في تكوين المعاونة الصيدالة ولكن هنا في الثمانينات وبداية التسعينات كانوا هناك مدارة شبه طبي تكون هذه الفئة من العمال ولكن الدولة تخلت عليهم وبقعت عشرين أو ثلاثين سنة وصيدالة يعاني أنه لا يوجد فريق عمل مختص يعاني في العمل والحمد لله ذكت في جامعات الجزاء كلية الصيدالة هناك كلية وحدة اللي راح توفر هذه المناصب وهذا يبقى قليل جدا بالنظر إلى كمية العمال اللي راح معدنا في الصيدالية وهناك تقريبا من 40 إلى 50 ألف عامل في الصيدالية اللي راح مكونهم الصيدالي وليمتحمل الأعباء تاحهم وحده وراحه يخدمو تحت الإشراف تاعه والصيدالي لازم يكون هو والله المساعدين تاعه صيدالة لمطلقيين تكوين مختص في هذا المجال هم اللي راح يشرفوا على هذه الأعوان اللي يقدروا يلبيوا هذه الحاجة اللي حقتها صيدالية المدينة شفنا في الأعوام الأخيرة هناك تكوين لأعوان لصيدالية المستشفيات ولكن الدولة ما هيش تكون في الأعوان لمختصين في صيدالية المدينة كما قلت لك أخيرا عندها عامين أو ثلاث سنوات بالتقريب كلية صيدالة في الجزائر فقط لن يتكون هذه الأعوان والعادة قليل ومحدود جدا ورح حتى العامل جاء للعمل اللي بعده بدأت تخرج أول دفعة من غير المحقول لأن الصيدالية تبقى تمشي بدون موظفين هذا شيء غير مقبول لذلك نشوفوا بالليصايا ديلا قاموا بجهد عظيم أنهم وفروا التكوين القائدي لهذا الشباب خريجي الجامعات الجزائرية اللي كانوا بدون عمل وكانوا يسحقهم العمل والصياد اللي يسحق هذا من المهاونين طبيعيا رح يكونوا هما ليعملوا في الصيدالية يعني تسضحت الفكرة ولكن ربما من خلال الإجابة تاك أستاذ تكلمت على رتبة مساعد صيدالي وكاين الصيدالي هل نقدر نقول أنه في الصيدالية كاين بائع هل المصطلح يمشي هو قانونيا وش رح العام اللي رح يديره هو رح يصرف الأدوية نحن ما نقدر نقول لأن الصيدالية عندها قانون خاص وعندها أنستاتيو بارتيكيلي أنها تصرف الأدوية ما تبيحهم حتى وأننا نقبض ثاما على هذه الأدوية تقدر تروح للصيدالية تقول له أعطيني دواء مخصص وما يبيعه لك هو رمح مقانونيا لأنه ما هو تاجر كباقي التجار تروح نتالي للحانوت وتقول له أعطيني بطاطا وكل ما يعطي لك البطاطا تروح مدير التجارة شكي به الصيدالية ما تقدرش شكي به لأنه ما يحب يصرف لك دواء اللي رح يشوف اللي رح يشكل خطر عليك ولا خطر على السكينة العمومية أو أمن المواطن لذلك القواعد الخاصة بالصيدالية لا تنطبق في جميعها على وش يقام خارج الصيدالية لذلك كلمة هو رح يبيع لك هذه الأدوية ولكن نقوله معاونة الصيدالية رح نقوله لزوكسيليانو فرماسي لبريباراتور محذر صيدالي لأنه الصيدالية يعطي له الأوامر بش يحضر له هذه الوصفة لرح يفهم هو المواطن كيف يستعملها وهنا كارا نشوفه باللي الحمد لله المساعد أو أكثر على حساب الإمكانية تأكل صيدالية ورهم الحمد لله صيدالي المتخرجين جدد رهم يتلقاوا هذا التكوين ورهم يكملوا في الصيدالية القادمة التي هي قائمة والحمد لله إن شاء الله يصدر عن قريب القانون الأساسي للصيدالي المعاون بش يكون هو محمي قانونيا وحتى الصيدالي المتمر سيكون ثاني عنده حماية قانونية في مواجهة هذا العمل تلتع المعاون تهو أستاذ دمقاو في الجهنب القانوني لما افتحنا هذا النقاش أو هذا المحور تعرف أنه هناك أخطاء طبية وتخضع لقوانين بالنسبة للصيدالية هل يقع تحت هذا الطائل هل هناك أخطاء يرتكبها الصيدالي وربما وفيه تشريع ينظم ذلك نعم أي إنسان يعمل يقدر يدي الخطأ وصيدال لا مهش معصول من الخطأ هناك كان مجلس أخلاقيات مهنة الصيدالة هو اللي رأيه سلوغارون دوليتيك هو اللي رأي يحمي النظام الخاص للصيدالية وهو اللي رأي يراقب الصيدالة هناك بعض الصيدالة اللي تجاوزوا داروا أخطاء داروا لهم استداءات لمسحاقية المهنة حتى ينبوهم ولكن خطأ جاسيم رح نتعقب هذه الصيدالة كهما كالعطبة كباقي فئات الإطارات الجزائر لا يخرجوش للصياد من هذا العمل يخلط المهندس يحاسبوا المجلس أخراقية الهندسة يغلط الطبيب مجلس أخياط تب يغلط الصيدالي مجلس أخراقية الصيدالة وكذلك هناك حتى بعض الأخطاء اللي تكون جاسيمة يقدر يروح المواطن حتى للقاضاء العادي باش يجيب حقه أستاذ سامير أنتم مباشرة مع المواطن مع الزابون مع المريض سميه كيف شئت وربما تتلقى بعض الإحراج في حيث حقيقة أن السلطات العمومية تؤكد على أن القطاعات الأدوية ليست كبيرة وإنما طفيفة جدا وكل الأدوية متوفرة لكن ربما صيدالية تختلف عن صيدالية أخرى لما يمشي المريض إلى تلك الصيدالية يقول له هذه الأدوية غير موجودة هل بالنسبة لكم أنتم يشكل لكم إحراج ولا ما عندكم إحراج لأنكم تحتوي أو يعني يجيبوا الكمية الأدوية بشكل عادي من المؤسسات الخاصة يعني نقصد المختصة في المجال لا يشكلنا إحراج لأن المواطن لما يتقدم للصيدالية والصيدالية ما يوفروا شد دواء التاع والإحراج الأول للصيدالي لهو اللي راح يتحمل المسؤولية تعتوفير الدواء للمريض التاع هناك تذبذب كبير في هذا المجال هناك أدوية التي راح متذبذبة ورانا ما نصيبوها كصياد لكي نوفر المواطنين دوعنا كذلك بعض الممارسات الأخلاقية اللي راح يديروها بعض الموزعين اللي راح يحتموا على الصياد لأنه يشروا كميات من الأدوية لكي يطعوهم هذا الدواء اللي يحتاجوا كذلك هناك مشكلة في التوزيع كذلك نبقى في التوزيع لأنه بعض الجهات على الوطن هناك أدوية يستعملوها أكثر من جهات أخرى بصح نلقوا في الجهات اللي ما يستعملوها متوفر هذاك الدواء وجهات أخرى ما هو متوفر هناك لازم تنظيم وممارسة وكذلك تفكير جدي في ترسل قوانين في توزيع الأدوية لأن هناك مشاكل كبيرة ونحن كان نقع بوطني صياد وزن المؤتمادين قد رسلنا وزارة صناعة والإنتاج الصيدلاني في هذا الموضوع وخرجوا بعض المرات خرجوا المفتيشين وعاقبوا بعض الموزعين على هذه المشكلة سأعطيك نصف دقيقة ربما انشغال مهم جدا بالنسبة للصيدل قبل أن تغادر نعم الانشغال الكبير هو أنه هذا تبدو بالأدوية وكذلك صدور بعض القوانين الخاصة لتسير المهنة نحن في انتظار هذه القوانين وان شاء الله نستنعهم من وزارة الصحة وزارة الصحة أنها تستدعينا في أقرب وقت باش نعطوهم الاقتراحات التعوانة وكذلك باش نسهلوا في العمل الصيدالي وعمل الصيدالي المساعد وكذلك رح ننغيره في مدونة أخلاقية المهنة هذه اللي حويج يرى هم تقريبا الصيادلة يستنعوا فيهم في قارب العاجل شكرا لك الأستاذ سامير ولي وانت رئيس النقابة الوطنية للصياد الجزائري المعتمدين على هذه المشاركة القيمة نتمنى أن نلقاك في خلصة قادمة بحول الله بهذا مشاهدنا كرام نأتي إلى نهاية حلقة البلاد اليوم لنهار اليوم نلقاكم في وقت قريب بحول الله السلام عليكم اشتركوا في القناة